اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله كلهم سلبي وهو بيتعافى هذه الايام وان شاء الله ان شاء الله بدون مقطع الاربع اللي جاي يبقى منورنا هنا في البرنامج انا على الصعيد الشخصي يعني وحشني جدا وطبعا وحشكه جدا جدا وسان مفيد بخلاف خيمته العظيمة الصحفية والاعلامية وجوده ومشاركتي له في هذه الفقرة الاسبوعية كل اربع تحت عنوان كلام مفيد كانت فقرة انا بتستفيد وبتعلم منها واعتقد انها كانت بتلقي رضا واعجاب حضراتكم ان شاء الله بداية من الاسبوع القادم يعود الينا الاستاذ مفيد فوزي بصحة كاملة باذن الله وعلى الهوى بنهنيه بالتعافي والشفاء الحمد لله وطبعا طبعا ربنا يشفي كل مريض انا عارف ان المرض بشيء صعب وسواء كورونا بقى ولا غير كورونا اي حد في الدنيا بيقول اه بتبقى حاجة صعبة وخصوصا لما يقول اه وحاجتين بقى يبقوا كمان معاهم يكون بيقول اه ومعهوش فلوس العلاج ويكون بيقول اه وهو الوحده محدش بيطبطب عليه دي دول بيبقوا صعبين اه انا طبعا مش بكلم هنا انا بصفة عامة عن انه فكرة المرض والاحساس بالمرض والمعاناة من المرض بتخلي الواحد وهو الحمد لله بصحته لازم يشكر نعمة ربنا على الصحة والازم يفكر في المريض فارجوكم كل واحد فيكم يعرف حد مريض خصوصا خصوصا بقى اللي عنده الحاجتين انا قلتهم دول انه يكون مريض ومعهوش فلوس الدوى يكون مريض ومعهوش فلوس المستشفى يكون مريض ومعهوش فلوس يتعالج او انه يكون مريض وبيقول اه ومش لاقي حد يطبطب عليه يقوله سلامتك قدوا بالكوا سلامتك في المرض تسوى كتير اهم من الدوى في بعض الاحيان وانا مجربها يعني فما تبخلوش على حد من الحكاية دي اللي عنده قدرة مالية يساعد حد على العلاج والشفاء ده ثوابه كبير وعايز اقول لكم بتعمل راحة نفسية كبيرة جدا 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 عند الانسان وتانيا اللي معهوش فلوس حتى ما يبخلش بالطبطبة على المرضى اللي عنده جار ولا اللي عنده زميل ولا اللي عنده صديق وعارف انه عايش لوحده عيان ولا تعبان ولا ولا مجرد الطبطبة مجرد الونس مجرد الدعا له مجرد ان انا بقى جنبه تسوى كتير قوي في مراحل الشفاء اللي بيسموها الدعم النفسي والمعنوي ربنا يرفع عندنا جميعا المرض ويشفينا ويخلي حبيبنا دايما حوالينا قولوا من قلوبك ورايا امين طيب النهاردة حصلت واقع الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا هو اللي سطر ولطف فيها طبعا كلكم سمعتوا عن الحدثة الكبيرة اللي حصلت فيه طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي النهاردة الصبح بسبب الشمبورة المائية الكثيفة اللي تقريبا تقريبا كانت حجب الرؤية تماما وليه بقول لكم انه ربنا واحده هو اللي قدر ولطف وسطر لانه الحدثة كانت كبيرة والحدثة فيها تلت اوتوبيسات دخلوا في بعض تلت اوتوبيسات دخلوا في بعض سادت ربنا الحمد لله انه حتى اللحظة دي مفيش وفيات سادت ربنا ده لطف لطف كبير اوي 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 من صعوبة الحادثة ومن ضخامة الاعداد وطبعا من ضخامة الاوتوبيسات الناس توقعت انها هتحصل كارثة لكن الحمد لله ربنا لطفه كبير جدا 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 بينزل قضاءه وبينزل رحمته معها ايضا كان فيه حوالي 56 او 58 مصاب جراء هذا الحادث كلهم دخلوا للمستشفيات والحمد لله بيان وزارة الصحة اللي صدر منذ قليل بيقول انه حوالي 55 مصاب 55 خرجوا الحمد لله بعد تلقيهم الاسعافات والعلاج وفيه اتنين او تلاتة بس موجودين في المستشفيات وحالتهم الحمد لله مش خطيرة وان شاء الله خلال ساعات او بكرة بالكتير حيغادر المستشفى ويرجعوا سالمين غالمين باذن الله الى اهاليهم هنا الحادثة دي بتخلينا نتكلم فيه نقطتين مهمين جدا 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 النقطة الاولى انا مش عارف القلب الميت القلب الميت وانا قصد استخدم المصطلح ده اللي عند بعض السوائين خصوصا اثناء الشبور انا معرفش بيجيبوا منين الجراء على الموت اصدى موت انت كده بتنفذ بتنفذ المصطلح اللي بيقول القي بأيديكم الى التهلكة مش بقى لا تلقوا بأيديكم لا ده انت نسيت لا وبتلقوا بأنفسكم وقلب بأيديكم الى التهلكة انا عارف ان انت سواء شاطر وعارف ان انت ما حصلتش وعارف ان انت شو ماخر يا سيدي في السواءة بس الشبورة ملهاش كبير والطريق ملوش كبير والموت والحياة همش كبير لو كان فيهم فرصة تانية زي اللي بيع سوبر ماريو وبتاعه الالعاب بتاعت الكمبيوتر كنت اقول لك يا عم ضحي بحياه ولا بتنين ده كان هي حياة واحدة يا اخي حافظ عليها عشان نفسك وعشان عيالك وما حدش يقول لي يا تامر اصداق قضاء وقدر ما هو طبعا كل حاجة في الدنيا قضاء وقدر الحاجات اللي بتحصل كوارث طبيعية لا دخل لنا فيها قضاء وقدر والكوارث اللي احنا بنبقى سبب فيها برضو قضاء وقدر كل حاجة بتحصل في الدنيا اسمها قضاء وقدر فما حدش يقولش معي في اللعبة دي عشان مش هتنفع انا بكلمكم في الناس اللي قلبهم قاعد وبيتهوروا تهور شديد في السواء بصفة عامة واثناء الشابورة دي بصفة خاصة انا ساكن انتم عارفين انا ساكن هنا من سكان زايد واكتوبر ففي كثير من الاحيان برجع على المحور بالليل ببقى جاي من مصر الجديدة او من المهندسين او من الزمالك او من اي حتة وببقى راجع بالليل في ساعات متأخرة وعلى المحور بيبقى في شابورة صعبة انا بعمل ايه مع ان انا حافظ المحور كويس لان دي طريقي كل يوم ومع ذلك بعمل التعليمات صح بقوم جاي على اقصى اليمين بتاع المحور لو الشابورة نص نص باجي على اقصى اليمين واشغل الفلاشر وامشي بالراحة على عشرين او اربعين كده بالكتير اللي هو ده انجلة المحور بياخد نص ساعة ساعة درم مش مهم بس اوصل بالسلامة ولو الشابورة افلى خالص زي اليومين دول اليومين دول الصبح الشابورة في بعض الطرق نسبة الرؤية فيها صفر بانتشاف حاجة تحط ايناك كده بعد بربريز العربية بانشوفهاش بقى امرأ عمل الفلاشر ولكن هاش حاجة وافتع بقى مخلسوم كده وبتاع وعد اسمعها زنة كده لحد مش شابورة بفك بس انا خايف على نفسي وخايف على حد ممكن اخبطه واموته وخايف في ايضا اللي بقى الخوف اللي انا بقى بقى فيه ده اقسملكم بالله الاقي جنبي من ناحية الشباب ده ذو ذو كده وانا ماشي على عشرين ومش شايف بتحسس الطريق قدامي وناس كده ذو يقول لك ما هي شابورة فاكيد المحور فاضي والناس خايفة فاقم ازح ايوها يا عم بس يعني قلبك الميت ده قللي سر الاطبئنان من مكر الله ما هو القدر فيه مكر تحصل حاجة تبقى فيه طوبة تبقى فيه كلب معدي قلتها معدنية مش شايفها تقلملك العربية يبقى فيه عربية قدامك مشية بس النور بتاعها ضعيف شوية مش شايفه تقوم لابس فيها وبسرعتك دي تقوم يعني ليه فانا ارجوكم خصوصا ان الجو الحر ده شوية مستمر معنا يومين ثلاثة وطول ما يبقى فيه درجة حرارة عالية في شتة لازم تلاقي شابورة الف زي به سوجين احنا في الشتة اللي هو المفروض برد لما درجة حرارة ارتفعت زي اليومين دول بتصل بالنهار لستة وعشرين وسبعة وعشرين والنهار ده الصبح كالتمانية وعشرين لازم من النهار تلاقي شابورة وكل مدرجة حرارة ونطوبة عالية الشابورة تزيد وتبقى كثيفة وتحجب الرؤية فارجوكم ارجوكم بلاش تنزلوا لو ما عندكوش مشاوير مهمة في وقت الشابورة في الطرق اللي فيها شابورة ولو مضطر تنزل اتبع التعليمات يا اخي خاف على نفسك وخاف على عيالك وحافع على غيرك في الشارع وانا ليه ارجاء كمان لوزارة الداخلية معلش الطرق اللي فيها شابورة حتى لو مش جامد قوي تتقفل مؤقتا انا عارف ان وزارة الداخلية هدفها التيسير على الناس وتيسير مصالح الناس وانه لو درجة الشابورة معقولة وفيها درجة رؤية معقولة بيسمحوا بالسير مع اتباع التعليمات وكده بس انا بقول لكم هو يا داخلية ويقدر العامة المرور في ناس الحياة متهورة ما بترعيش مصلحة نفسها وبالتالي بتخاطر بحياتنا كمان فلو شفتوا ان الطرق السريعة اللي عليها شابورة فيها حجب نسبي لدرجة الرؤية ارجوكم اقفلوها نصر ساعة ساعة ساعتين تتعطل مصالح الناس بدل ما تضيع ارواح الناس كلامي واضح تتعطل مصالح الناس افضل بكثيرا ما تضيع ارواح الناس سواء صاحب الخطأ او اللي ملوش ذنب ساعتها العطل بيروح مع الباطل فمنجدتي للسوائين رعوا ربنا وخافوا ومنجدتي لإقدارة العامة المرور ما عليش تعالوا على نفسك وقفلوا الطرق حتى لو ما كانتش وصلت درجة الشابورة حاجبة تماما لان في ناس للأسف وطبعا دا يفكرنا بقى بتاني وتالت ورابع اللي كانت عملها وزارة التضامن مع وزارة التربية والتعليم مع وزارة الداخلية اللي هو الكشف على السائقين والمنشطات اللي بياخدوها والمخدرات اللي بياخدوها والبراشيم اللي بيبلبعوها وبتاع لانه دول كمان لهم جزء مهم اوي مؤثر على ادراك السائق ادراك السائق وحسن وصواب قراراته في السواق لو انا مش ببلبع حاجة وواعي وفيق هتبقى قراراتي سليمة وعارف انا بعمل ايه واش بعمل ايه لكن لو انا ببلبع حاجة بل الحاجات بقى اللي بيقولك بتفوق ولا بتنشط ولا بتعمل استباحها ولا بتعمل بلاوي شودة من اللي احنا بنسمعها دي حيبقى قراراتي مهزوزة وقال بميت ومديها واللي بيديها ربنا يسترها يعني ربنا يسترها ربنا يسترها والله سات ربنا بس هو النهار دا اللي شاله فجعة جميلة لانما اسمعت الخبر الصبحية وقالوا لني في تلات ومسات خبرتهم ببعض قلت يا سات الرب حدي حتبقى مشرحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا اقدروا لطف ولطف بأسر هؤلاء الاشخاص ان هما يصابوا اصابات خفيفة ويرجعوا لأهليهم الحمد لله سالمين وبالمناسبة عشان اكمل لكم الطقس الطقس مكمل بالشكل دا خميس وجمعة وفقا ليه تصريحات هيئة الارصاد الجوية خميس وجمعة الطقس مكمل بالشكل المرتفع نسبيا نهارا والمنخفض نسبيا ليلا ومن يوم السبت بقى نشوف الاسبوع الجاي بعمل ازاي دا ما خلناش نقلل قوي في اللبس بس كمان نبعارفين ان بالنهار شوية حر شوية حر وربنا يعافينا من كل الاخطار انا عايز ابارك امبارح ملحقتش لان امبارح كان كل الكلام تقريبا كان عن الاهل يوبان مونيخ والليلة بتاعت الاهل يوبان مونيخ او على رأي حمو بيخة حمو بيخة كان بيقول عليه ايه بايمن منه والله سكر عمو بيخة قال لك احنا بايمن منخ دا بايمن منخ دا ما يفرقش معنا في حاجة ماشي يا عم حمو فكاتل ليلة بارح كلها كاتل اهل يوبان مونيخ وبالمناسبة كل التوفيق ان شاء الله لابطال القرع الحمراء بكرة في مباراة الثالث والرابع المباراة معدها بكرة الساعة خمسة عصرا بكرة مش مباراة تحديد المركز الثالث والرابع واللعب على البرونزية باذن الله والصعود الى المنصة معدها الساعة خمسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة ما بين الاهلي وبطل قررة امريكا الجنوبية نادي بالمراس البرازيلي طبعا كفاية ان انا اقول لكم انه بطل وكفاية ان انا اقول لكم لاتيني وامريكا الجنوبية وكفاية ان انا اقول لكم انه برازيلي عشان تعرفوا انه فرقة قوية وتقيلة ولا يستهن بها ابدا 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 لكن ان شاء الله ابطال النادي الاهلي ومن غير الشحات وكهرباء اللي خلاص الفيفا حرمهم من المشاركة في مباراة بكرة بسبب الخطأ السادج الطفولي الحقيقة اللي هم عملوا بانه هم صعدوا المدرجات امبارح اول امبارح بعد المطش وسلموا على ابوتريكا اللي كان موجود فبالتالي خرقوا الحاجز بتاع الفقاعة لكن ابطال النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله قادرين على ان هم يسعدون وايا كانت النتيجة احنا فخورين بالاهلي وبمشاركته السادسة في البطولة وبإذن الله بإذن الله رجع لنا بالمدالية البرونزية زي ما وعد بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي بتاع النهاردة وقال ان اي 11 لعب حيلعبه باسم النادي الاهلي في مباراة بكرة احنا وهو بنثق فيهم ثقة كاملة قلتلكم بقى ان انا عايزة بارك لمين عايزة بارك ليه المعز مسعود وحلشيح يمكن هي جاء بتأخرة بس 48 ساعة لانه كانت بكتابهم وعقد قرانهم كان اول امبارح واضي الصورة الجميلة اللي جمعتهم في عقد القران وعايزة اقول لكم كده كم لحظة صغيرة على الحكاية دي اولا مبروك اي جواز في الحلال اي ارتباط في النور لازم نبقى فرحانين بيه كلنا مركزين معايا يا اخواننا يا مهوات يا بتوع السوشال ميديا يا الناس يا بتوع بري السلم مركزين في الجملة اللي انا قلتها اي زواج اي علاقة في النور تنتهي بارتباط على سنة الله ورسوله دي حاجة تفرحنا واللي حاجة تخلينا نفرثر ونهري ونشوه ونبوز متهيألي نبقى فرحانين مفروض نفرح للناس في الخير مش نفرح لهم في الشر فالعلاقة المحترمة اللي في النور وتنتهي بيه عقد قران وكاتب كتاب على سنة الله ورسوله لازم كنا نبقى فرحانين بيه عشان كده اول ملاحظة مليون 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 مبروك لمعز مسعود وحلى شيحة معز مسعود طبعا انتوا عارفين انه هو الداعية الديني الشهير وطبعا حلى شيحة الممثلة والفنانة الشهيرة دي اول ملاحظة تاني ملاحظة التهنة في اول ملاحظة ان ارجو الناس انا عارف ان الشخصيات العامة اخبارهم مثيرة ودايما كواليس حياة الفنانين والاعلاميين والرياضيين وكذا دايما مادة خصبة لكل الناس خصوصا من المعجبين والجمهور بس برضو دايما خليكوا في اللي يستحق انتوا شايفين ايه ده حاجة تستحق التشويه الحملة السخيفة اللي اتعملت على السوشال ميديا ضد حلى وضد المعز انا الحقيقة في رأيي مش صح قالك ان المعز يعني فيما معناه يعني الناس كتعايزة تقول عليه كده انه بتاع ستات وانه بتاع مش عارف ايه وانه بيقع كل واقع ووقع عاملة ازاي هو بيعمل حاجة غلط الرجل يعني بتاع ستات دي وما انتوا عايزين الرجل يبقى بتاع ايه متسكلات ما لازم يكون الرجل بتاع ستات بس المهم بقى الفرق بين الرجل المحترم واللي مش محترم ان الرجل المحترم بتاع ستات في النور وعلى سنة الله ورسوله وفيه رجل بتاع ستات بره النور وبره الجواز وبره اي علاقة شرعية فالراجل بيتجاوز الراجل بيتجاوز بيتجاوز بقى ستات حلوين ربنا يسهله يا اخي انت حتبصله في براته دي حاجة غريبة جدا جدا اقرى تعليقات يقولك هو اصله ويانه ووبا وشمع ايه ايه حاجة حاجة تجنن فانا بقولك وهو كل واحد يخليه في نفسه وكل واحد يخليه في مراته واللي ربنا اسمهوله ورزعهوله يرضى بيه كل واحد حر وهو حر في قراره وهي حر في قرارها مدام حاجة محترمة وجميلة كده ونيتهم خير وربنا يجمعهم في الخير ندعي لهم ان ربنا يكرمهم ويسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة ويرزقهم ايه بقى يرزقهم الاستقرار والثبات والسكينة ويبعد عنهم عيون الناس اللي مدبوبة في حياتهم الزوجية من اول يوم دي الملاحظة التانية الملاحظة التالتة ودي ما تعتبرهاش انتقاد بس ده سؤال ليه حلا شيحة انت حيرتين معاك يا حلا كنت ممثلة ومن غير حجاب وبعدين اتحجبتي وبعدين اتنقبتي وبعدين قلعتي النقاب وفضلتي بالحجاب وبعدين قلعتي الحجاب ورجعتي للتمثيل وسبتي الاعتزال وبعدين دلوقتي حتى طرحة في السورة اللي فاتت دي على شعرك في كاتب الكتاب فايه على فكرة انا مليش ان انا اتدخل بناءا على الكلام اللي انا قلته في الملاحظة التانية انا مليش ان انا اتدخل في قراراتك وفي حياتك انا بس اللي بسأله ايه يعني اسبتي على حاجة عشان نعرفك بيها اسبتي على حال عشان نعرفك بيه يا محجبة يا مش محجبة يا منقبة يا معتزلة يا ممثلة يا عاملة يعني قللنا بس انا ايه وتمام لكن احنا احترنا معاك في كل الحالات المختلفة اللي شفناك بيها لكن في كل الاحوال برضو ليس دا تدخلا مني انت حرة في قراراتك خصوصا فيما يتعلق بعلقتك بربنا احنا بس عايزين نعرف الوضع الذي ستستقرين عليه فقط فقط شكرا جزيلا ومبروك للعروسين طيب بنفس المنطق بنفس المنطق بحزفينه عشان معيتش الكلام حقولكوا واقعة تانية وانتوا بقى اعملوا ايه كوبي بيست عليها يعني اعملوا كده تطبيق على اللي انا قلته على دا قصة اللي انا مش عارف الحقيقة جات منين واصلها وفاصلها ايه مش معقولة يكون صورة صورة على فكرة هي صورة واحدة يعني مش مثلا مش الابوم صور مش كزا واقعة صورة واحدة هي السبب في الهيسة اللي حصلت حوالين غادة عادل وحسن شاكوش اهي ادي الصورة عادت ادور على صور تانية مفيش عادت ادور على وقائع تانية مفيش طب اصل مش عارف ايه طب اصل ايه مفيش هي الصورة دي صورة فيها قدر كده من الحميمية والصداقة يعني اللي جمعت لتنين كويس الصورة دي نزلت من هنا ويا خبر بياد على اللي حصل خلال اليومين اللي فاتوا على السوشال ميديا ناس جوزوهم وناس طلقوهم وناس خلوهم يخلفوا وناس اصلهم عايشين مش عارف ايه وان هم حيرتبطوا بايه وان خلاص الجواز قريب مش عارف ايه او لا دول مش هتجوزوا بس هم مرتبطوا كلام 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 وفيلم وقصص وحكايات وحواديد غريبة جدا جدا بسبب ايه الصورة دي يعني انا عايزة اسألهم الناس اللي فوروا الهيصة دي كلها من لا شيء اشمعنا الصورة دي ما احنا كل يوم بنشوف صور لفنانين وفنانات مع بعض اه ربما هم يعني الصورة فيها منا قلتلكم فيها قدر من حبيبية كده ان هم يعني شابه قريبين من بعض وشابه فيه حض صغير كده بس الفنانين بيتصوروا كده الفنانين بيتصوروا كده وكل يوم هم بيسلموا على بعض وبيتصوروا مع بعض الصور فيها حميمية وقربه هو الوسط الفني علاقته شديدة شوية مع بعض يعني فشمعنا دي اللي خدتوا منها الزاوية وطلعتوا بقى وعملتوا عنها البوليكة كلها دي مش عارف مش عارف الحقيقة وبعدين على رأي محمد سعد اللمبي في الفيلم بتاع كان فيلم ايه كان فيلم عوكل ايه اللي جاب القلع جب البحر صحيح يعني ايه اللي جاب القلع جب البحر منين مع كامل الاحترام للاتنين بس اللي اتنين مش مشيين مع بعض انا بقول رأيي المتواضع لانه خلاص غادة انا بقول الكلام دا ليه لو كانوا الاتنين اعلنوا ان فيه اه علاقة ما بينهم ان هم حيرتبطوا وبتاع كنت حطيت ايه ضقي وسكت لكن الاتنين نفوا العلاقة خلاص غادة جاء عادل طلعت امبارع وقالت انتوا ايه الجنان دا يا جماعة ما فيش الارتباط ولا علاقة ولا ايه حاجة حسن شاكوش واحد معنا في الوسط الفني وصديق زيه اي حد في الدنيا وبتصور معاه عادي وما فيش الكلام اللي انتوا بتقولوا خالص وده البوست اللي نزلته غادة عادل على صفحة الرسمية اللي بتنفي فيه هذا الكلام وبتقول يعني ان انا مش مصدقة الجنان اللي انتوا فيه وحسن كمان لما سئل قال نفس الكلام قال دي فنانة عظيمة وكبيرة وانا بفتخر بيها وبعبها وكل عاجة لكن ما فيش اي حاجة مننا طبعا ومش عارف ايه والكلام ده كله محض خيال ولا اساسا انا من الصح بس فانا عشان كده بقول ان حتى الاثنين في رأيي مش 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 مشين مع بعض اوي في الكده يعني لكن برضو ليه اليوم على السوشال ميديا اللي بتجوز وبتطلق وبتقرب وبتبعد وبتعمل يا جماعة الناس دي ليها اهل الناس دول ليهم اهل هي غدا عادل دي اه نعم هي اه اه مطلقة ملهاش زوج بس لها اولاد ولها اولاد كبار لما الولاد دولي يفتحوا السوشال ميديا والمواقع كده وبتاع ويلاقي يقول لك بقى مامتنا مع فلان ومش عارف ايه وكذا تفتكروا شعورهم هيبعمل ازاي عموا مبسوطين ولا حيتاهروا من جوة طب ليه تاهروا العيال او مش العيال انا اسف يعني بقولك فيهم ناس كبار ليه تاهروا الناس دي ليه تلعبوا في الذمة الاسرية وذمة بتاعة الشرف والذمة بتاعة السمعة ليه وكذلك حسن انا مش عارف حياة حسن متجاوز ولا لا بس اكيد له اهل له اخوات له مش عارف ايه يعني ليه بتخلوكوا حبوا الفنانين وانتقدوهم على اعمالهم لكن في حياتهم لما نخش فيها يبقى بسنس كنا بس شوية وباستئزان وبادب وبحياء لان احنا بنمس اعراض وبنمس سمعة وبنمس شرف ما اعتقدش ما اعتقدش ان حد فينا يحب ان نتعمل معا كده فلان انا مرضوش على نفسي مرضوش على الاخرين صح صح بس انا ليه سؤال بقى هيجننني من ساعة ما شفت الصورة دي انتو عارفين انا في حاجات كده بتطلع في الدماغ وما بتنزلش هيجننني السؤال ده من ساعة ما شفت الصورة دي والسؤال ده مش عارف بقى اسألوا الحسن ولا اسألوا الغادة الصورة بين فيها حسن وغادة بس في الصورة من تحت فيه شبشب بصبع طالع لما كبرنا احنا الصورة هو فيه شراب ملبوس على شبشب بصبع انا عايز اعرف بقى ده اصبع مين حد يقول لي ده اصبع مين لان انا قنون الفضول عندي قاتلة في الحكاية دي مين صاحب او صاحبة لانه احتمال المقاس ده ما يزدش عن 36 فدي ممكن بنت مش ولد مش عارف بس سؤالي يعني للمسابقاته هو مين صاحب الشبشب بصبع ماشي لكن ده ما يلغيش كل اللي احنا قلناه عن انه كل واحد يخليه فيه ماشي في نفسه بسرعة كان ببقى اننا يعني عدنا على وسط الفن كله بس اللقطة دي لقطة ايجابية ولطيفة لها علاقة بواحدة من الفنانات الشابات اللي عاملة حالة من الجدل طول الوقت على السوشال ميديا بسبب يعني ادوارها وبطولاتها في السنين الاخيرة وبسبب جمالها كمان اللي الناس كتيرا بيه يعني تقر بيه الفنانة ياسمين صبري وانا النهاردة عايز احييها لانه ده جزء مهم من رسالة الفنان لما الفنان يبقى معروف ومشهور ولو متابعين ولو مؤجبين لازم يستغل الشهرة دي في حاجة كويسة ياسمين صبري عملت النهاردة زيارة لمستشفى ابو الريش للاطفال وراحت وزارة الاطفال ولفت في اقسام واجنحة الاطفال وجابت هدايا للاطفال ولعبت مع الاطفال وقضت وقت جميل مع الاطفال ومعلوماتي كمان انها قدمت شيك بخلاف الهدايا العينية اللي جابتها للاطفال قدمت شيك لإدارة المستشفى بمبلغ مالي علشان يساعد على علاج الاطفال وتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية وتقليل طوابير الانتظار اللي موجود عند مستشفى ابو الريش لعلاج الاطفال برافو ياسمين هو ده العشم وهو ده الصح وهي دي الفطورة اللي لازم كل فنان وفنانة ان هم يدفعوها ما يستمتعوش بالشهرة بس الشهرة لها تمن واهم اتمان الشهرة هي خدمة المجتمع خدمة المجتمع وخدمة الناس وتقديم النموذج والقدوة لكل الناس برافو ياسمين ونلتقي بعد الفاصل استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وكذلك السيد احمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بنى وزير خارجية العراق نقل لسيد الرئيس رسالة من اخيه الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات السنائية بين البلدين الشقيقين مؤكدا حرص العراقي على استمرار التنصيق والتشاور المكسف مع مصر على جميع المستويات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية وفي ضوء اهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الامة العربية من جانبه اكد سيد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق والحرص على تعزيز دوره القومي العربي وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات سواء على المستوى السنائي او في اطار الية التعاون السلاسي مع المملكة الاردنية الشقيقة دعم العلاقات التعاون المتبادلة ومسيرة العمل العربي المشترك وذلك في اطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وسوابط اخلاقية راسخة تهدف الى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع اضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والامني في المنطقة والتحديات في هذا الاطار حيث تم التوافق على استمرار تشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الامن والاستقرار كما تم التطرق الى مجمل العلاقات السنائية المشتركة بين البلدين فضلا عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وتجاري والاستثماري بالاضافة الى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن الية التعاون السلاسي مع الاردن كما طلب السيد الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته الى شقيقه السيد برهم صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى القادمي رئيس الوزراء العراقي اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل ده كان تقرير عن استخبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم لوزير الخارجية العراقي هنا في القاهرة والحقيقة هذا النشاط الرئاسي مش منفصل لو حضراتكم تاخدوا بالكو احنا بنحب دايما هنا في البرنامج ان احنا نربط الاحداث ببعضها ونصل حلقات السلسلة كده عشان يبع عندنا صورة او رؤية ونظرة بانورامية للأحداث الاهتمام المصري بالشأن العربي متزايد ومكثف هذه الفترة بشكل يدعو للانتباه وده الحقيقة اشارة جديدة تستحق عليها القيادة السياسية والاجهزة السيادية ووضع السياسة الخارجية المصرية كل تحية وتقدير الفترة اللي شهدت فراغ مصري ما بعد احداث يناير 2011 بسبب الاحداث الداخلية اللي كلنا كنا منشغلين بيها كان في فراغ مصري غصبا عننا عن الشأن العربي وهو المحيط الاهم اللي احنا فيه لكن منذ 2013 وتحديدا بعد ان تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في مصر وهذا الفراغ المصري اللا ارادي اللي احنا عملناه بيتم استعدته وملؤه بشكل تدريجي ومخطط ومحكم احنا كنا من يومين في الشأن اللبناني لما الرئيس السيسي استقبل سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية وطول الوقت بنشوف الشأن السوري وندعمه وطبعا لبنان انا قلت لكم تواصل مصر سواء بالمعونات والاغاثات او بالدعم السياسي للقيانة السياسية هناك والشعب اللبناني والان العراق وفي هذه الايام انتم عارفين ان مصر بتستضيف الحوار الوطني الفلسطيني اللي بيضم اكتر من 13 فصيل فلسطيني هذه الرؤية المصرية وهذا التواجد المصري مربوط بحلقة واحدة اسمها ان مصر تستعيد يعني دعمها للوطن العربي والادارة السياسية الحكيمة للملفات العربية ودعم الاشقاء بشكل يحافظ على الاوطان العربية واستقلالها ويحافظ طبعا في الديرة الكبيرة على الامن القومي العربي ومن هذا الدعم العربي كمان الاتصال الهاتفي اللي قام به سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة لرئيس المجلس السيادي الليبي الجديد الذي يهنئه بمنصبه ويؤكد استمرار دعم مصر المجلس الرئاسي الرئاسي في الليبي ويؤكد استمرار الدعم المصري الكامل لليبيا وللشعب الليبي والحقيقة انه دعم مصر الليبي الحقيقة مش محتاجة ده نشرح لكم كتير او نتكلف تفاصيل كتير انا حالكم متابعينه على مدار الشهور والسدين الاخيرة بشكل مستديم وبشكل عقلاني محترم ايمانا بان الامن القومي المصري مرتبط تماما بالامن القومي الليبي وامانا كمان بانه الواجب على الشقيقة مصر ان تدعم الشقاء في ليبيا وتدعم المجلس الرئاسي الليبي والحكومة الليبية الجديدة لانه ده بداية الاستقرار الليبي المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بداية الاستقرار والعمل بشكل سياسي سلمي بعيدا عن الصراع المسلح اللي كان هو الظاهرة العامة في ليبيا على مدار سنوات طويلة طيب النهاردة كان فيه اجتماع مهم لمجلس الوزراء والكلام يمكن العنوان اللي واخد اهتمام كبير ونصيب الاسد هذه الايام فكرة البناء والعشوائيات ويمكن لسه على خلفية الكلام عن عمارة اسكندرية وعمارة فيصل ومخالفات البناء واشياء كثيرة وده كان محط اهتمام السادة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع وعشان نعرف اكتر تفاصيل الاتجاهات الحكومية في هذا الملف ينضم الينا المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة مساء خير يا فن مساء خير السستامر اهلا بحضرتك ازاكي نادر بيه ان شاء الله كن بخير رب نخلى حديثك يا رب تكون بخير والله الحمد لله ومصر كلها بخير يا رب دايما يا رب سعد نستشار اعتقد ان الملف ده له اولوية الان شوفنا اهتمام السيد الرئيس وتصريحاته عنه واعتقد كمان اجتماع النهاردة كان يعني في نصيب كبير من الحديث عن ضبط هذا الملف واعادته الى المصار الصحيح يعني طبعا ما فيش رسالة اقوى من الرسالة التي وجهها السيد الرئيس بقيمه بزيارة عزبة الحجان وده يدل على ان كل الاهالين المتواجدين في مناطق عشوائية او مناطق بنيان غير مخطط هم في اولويات الحكومة وبنبحث ازاي لساعدهم في بعض الحالات طبعا بتكون المساعدة صعبة خاصة زي عزبة زي الهجانة ببقيت مجتمع عمراني كثيف ومتداخل صعب جدا تيجي في المرحلة دي تقول انقل هؤلاء بمساكن بديلة لان عددهم يفوق طاقة النقل وحيتكلف الكثير جدا جدا عن ما كنت هتعمل المنطقة دي من جديد يعني كلفة نقلهم اصعب بكتير من كلفة انك تبني منطقة بنفس المساحة على اسس علمية وبنائية حديثة فاللي هنعمله فيما يخص الهجانة زي ما قال رئيس الوزراء المعارضة ان احنا التدخلات عبارة عن حاجتين جزء هنفتح محاور علشان تسهيل الحركة من او داخل هذا التكتل الفاكنيين لان هذا التكتل بوضعه الحالي حيكون في وضع سيء جدا لو لقدر الله حدثت اي ازمة او كارثة مثل حريق او خلافه مش حياتنا القيام بما يلزم علشان مفيش محاور تستطيع السيارات انها تتحرك سراط الانقاذ تتحرك بسهول ففتح المحاور ثلاث او اربع محاور حيترصب علي ان احنا هنشيل بس الجزء من المباني اللي هو حيقع داخل هذه المحاور لكن المنطقة بكاملها لن يتم اتخاذ اي اتقارات فيما خص ازالتها بل ستبقى كما هي بعد التطوير بعد التطوير فيما يخص المحاور وايضا هيكون هناك نوع من التدخلات الاجتماعية من خلال وزارة التضامن والتربية والتعليم والصحة لمحاولة الارتقاء بجودة الحياة في هذه المنطقة على اقصى ما يمكن ان احنا نعمله من تدخلات اجتماعية في هذه المنطقة فده نوعين التدخلات اللي حنقوم بي مناطق العمران غير المخطط ومثال لها عزبة الهجان صحيح والحقيقة النهاردة كان الدكتور مستوى ندولي رئيس الحكومة محدد لما طمن كتير من الناس وقال لهم العمرات الغير مخططة لن نقوم بازالتها بل سنحاول تقنين اوضاعها وتحسين مستوى معيشة افرادها وده كلام مهم لان احنا بنكلم عن ازالة العمرات اللي فيها خطر على حياة السكان فقط اشكرك على الاخر جزء خالص ان هو العمرات اللي فيها المناطق المهددة للحياة ده ما ينطبقش لكلام رئيس الوزراء بيتكلم عن مناطق غير مهددة للحياة لكنها غير مخططة ايضا ده عزبة الهجان صح لكن منطقة غير مخططة ومهددة لحياة قاطنيها وحياة المحزين بها لا طبعا قولا واحدا طبعا حياتم ازالتها ونقل السكان ده كلام مظبوط وانا اعتقد انه الملف يعني خلاص واخد دفعها الى سواء بالارادة السياسية وتوجهات السيد الرئيس واهتمام الحكومة انا اعتقد انه بدأنا الخطوات الجدية اللي ممكن فترة وجيزة جدا ونكون انتهينا من شق كبير جدا من فكرة عدم التخطيط والعشوائيات اللي كانت للأسف سمة كبيرة لمصر وتحديدا للقاهرة الكبرى يكفي ان احنا قفلنا المحبس المحبس اللي هو العمران الجديد غير المخطط مصبوط القوانين دلوقتي والتطبيق القوانين بصرامة وشدة حالت وقللت كثيرا جدا من حجم التعديات فنضمن على الاقل السنوات القادمة مش هيكون فيه عمران غير مخطط والعمران غير المخطط القائم او المناطق المهددة لحياة العمل معها بالخطط التي لدينا فيما يخص تقنين اوضاع غير المخطط لكنه غير مهدد للحياة ونقل السكان من المناطق غير المخططة المهددة للحياة تمام انا بشكرك وكمان على الصورة الراقية لانه قدامنا الاجتماع مجلس الوزراء وانا سعيد بالتزام الوزراء كلهم بارتداء الكمامات في شكل بيدي قدوة كمان للناس ان حتى الوزراء رغم اجراءات التطهير والحماية لكن كمان اجراءات الوقاية متاخدة على اعلى مستوى لا طبعا هناك التزام كامل من جانب الوزراء خلال الاجتماع يعني واثناء الاجتماع يعني مش بس في الفترة اللي فيها اللقطات الصور لا اثناء يعني طوال فترة الاجتماع اللي بيزيد عن ثلاث ساعات كل ملتزم بارتداء الكمامة لان احنا لازم هؤلاء مسؤولين كبار يجب دايما ان يكونوا قدوة باقي هو يا سلام بقى انا عندي اختراح كنا فان هو شكلي بس ياريت توحيد الكمامات تبقى حلو قوي تبقى شكلي كنا حلو ولو تطبع عليها اللوجو بتاع مجلس الوزراء برضو يبقى شكلها حلو ده اختراح مني لو كان قابلا للتنفيذ يعني هو الاقتراح بتاع حضرتك مطبق فيما يخص المناسبات الرسمية لما بيكون عندنا وقت من دولة اخرى فاحنا يعني علشان يعني نكرس الهوية المصرية بيبقى فيه كمامات عليها العلم الفكرة موجودة يعني اه الفكرة موجودة لان دايما اضيف الزائر او الوقت الزائر بيحافظ برضو على هويته بيكون لابسين كمامات عليها عالم الدولة صح ده كلام محترم بشكرك شكرا جزيلا عن مصرشان نادر سعد المتحدث باسم الحكومة المصرية انا عشان عجبني الشكل المحترم اللي فيه الحكومة فعايز الشكل كمان يبقى احلى في الاجتماعات كده يبقى فيه يعني توحيد للكمامات عليها الشعار بتاع العلم مصري او اللوجو بتاع مجلس الوزراء الشعار بتاع مجلس الوزراء كمان هيبقى شكلها احلى سواء داخليا وخارجيا هو اقتراح من اجل الشكل اما من حيثه المضمون فالحقيقة الحكومة ادائها مرضي بنسبة كبيرة جدا جدا للشعب المصري طيب حسيب حضراتكم دلوقتي مع هذا التقرير اللي انا الحقيقة معني به جدا ومتضامن ومساعد ومؤيد لهذه المبادرة بشكل بشكل يعني ملا حدود مبادرة حياة كديمة لانه المبادرة دي هي اول مبادرة من وجهة نظري من ساعة منت ولت يبقى فيها تفكير فعلا في رفع مستوى الطبقات المحدودة وتحت المحدودة من المصريين يعني دايما كانت المبادرات والحاجات اللي بتحصل زمان كانت مبادرات كده بتطلق اسماءها حلوة ومش عارف ايه لكن من حيثه المضمون ما تعافش تمسكها وكنا عايشين تاني طول الوقت في شد الحزام وسنة الدين مصر ومبادرة مش عارف الكسوة الشتوية وحاجات مندي كتير لكن مبادرة حياة كريمة مبادرة مختلفة ومبادرة مخططة لها بعناية كل أجهزة الدولة بتعمل فيها بنظام تنسيق وتعاون وتكامل ممتاز والهدف منها فعلا هو انه حتى أدنى شرائح وطبقات المجتمع المصري بنحاول نصل بيها إلى انها تستمتع بأدنى مستوى من الحياة الكريمة اللائقة لبني آدم بصفة عامة ون المواطن المصري بصفة خاصة الذي يستحق هذه الحياة الكريمة تقرير ومنه للفاصل وبعد الفاصل عندي حوار في منتهى الأهمية حول ملفات خدمية وجمهرية تهمنا جميعا بصحبة المهندس أحمد السجيني نائم البرلمان ورئيس لجنة الإدارة المحلية أو التنمية المحلية بمجلس النواب هي مبادرة تهدف لتحسين معيشة خمسين مليون مواطن مصري معظمهم من شريحة الشباب وسكان الكرة الأكثر احتياجا إنها مبادرة حياة الكريمة التي تجد صداها الآن على أرض الواقع بعد أن أنجزت ستمائة مشروع حتى الآن في ثلاثمائة وسبعين تجمعا ريفيا في إحدى عشر محافظة مصرية تصل نسبة الفقر فيها إلى سبعين بالمائة وتضم سبعمائة وستة وخمسين ألف أسرى بإجمال ثلاثة ملايين نسمة على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرحلة الأولى وقدرها ألف وثمانمائة وخمسين بتكلفة ثلاثة عشر مليار جنيه أي ثمانمائة وأربعين مليون دولار بتنظر للبيوت وبتنظر لشكل الحياة الموجودة وبتغيره فالمبادرة شملت توصيل ألفين ومئة وخمسين وصلت مياه شرب وثمانمائة واثني عشر وصلت صرف وتضمن التركيب ثماني آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانين صقفا للمنازل المتهالكة ورفع كفاءة سبعة آلاف ومئتين وستة وتسعين منزل وتطوير ثمانية عشر وحدة اجتماعية واثنين وحدة صحية وإطلاق مئة وستة وعشرين قافلة بيطرية وإجراء الفين ومئتين وسبع وسبعين عملية جراحية وإجراء تسعة آلاف ومئتين وسبع وخمسين عملية للعيون بجانب توزيع ألف ومئتين وسبعة أجهزة تعويضية وتطوير ثماني مدارس وأربعة وأربعين حضانة وتسببت المبادرة في انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي أربعة عشر بالمئة وتسعى حاليا الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالتنصيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة حياة كريمة بعد تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوسع في تطوير الكرة من أجل تحسين مستوى معيشة الأهالي في الكرة المستهدفة بإجمال 1381 قرية فهذه المبادرة مشروع قومي وأخلاقي لتوفير سكن كريمة وتحقيق تنمية اجتماعية ضمن خطط بناء الإنسان التي تتضمن توفير خدمات صحية وتعليمية وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا إصراره على تطوير الريف المصرية ضمن المشروع الأكبر الذي يستهدف تطوير البنية التحفية في مصر والقضاء على العشوائيات إصراء سعد آخر النهار أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل نوهت الحراكم قبل الفاصل عن أهمية هذا الحوار واللقاء الرئيسي لنا النهاردة في آخر النهار لأنه متعلق ببساطة شديدة بحياتنا طبعا كل الملفات مهمة بس في ملفات هي اللي فيها تماث مباشر مع حياتنا اليومية وأنا هنا بتكلم عن المحليات والحد ما ربنا يكرمنا بمحليات في دلوقتي الحكومة هي القائمة بالعمل المحلي وفي رقابة على العمل المحلي من مجلس النواب متمثلة في لجمة الإدارة المحلية اللي بيشرفتني رئيسها وعضو مجلس النواب المهندس أحمد السيجيني مساء خدا مش مهندس أهلا حسنا شاء الله شاء الله وحشني جدا عن المستوى الشخصي بس الله يلعن الكورونا اللي بعدنا آه معلش إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ويرفع البلاء وهذا الوباء يعني يقرب إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله صحة تمام؟ أهلا الحمد لله الحمد لله رب العالمين حالك مدرك معايا ان احنا بنتكلم عنه ده جزء طبعا الحقيقة انا مقول ربنا يكون فعونك والزملاء عليه همنتكلم عن مفاصل حياة الناس اللي هي المحليات والتنمية المحلية والإدارة المحلية الحاجات اللي الناس بتواجهها بشكل يومي وبتاخدوا رضا او غضب الناس عليها كمان بشكل يومي الملف ده طبعا لحين وجود المجالس المحلية والمحليات بشكل بقى بإذن الله فيه كفاءات وشباب محترم وتشين عنكو جزء كبير جدا من التركة الثقيلة نشاينينها بس احنا عايزين نقسمه لملفات خلينا نبدأ بالملف اللي عمل صداع شوية في رأس كل الناس خلال الفترة الأخيرة هو ملف البناء سواء تصالح على مخالفات البناء او العمرات بقى الايلة للسقوط عمرت قصر عمرت المريوطية عمرت الاسكندرية واللي كان بيكلم فيه النهاردة مجلس الوزراء والمشارد نادر سعد معانا من شوية انا عارف انه ملف ارث مقالو مش عارف كم سنة بقى عد كتير والتعامل معا بنيوم وليلا في منتهى الصعوبة بس لازم برضو يبقى عندنا احنا كدولة رؤية مش مجرد ان احنا بنطبطب او بنسكن هل تعتقد انه الان فيه رؤية في الدولة المصرية في التعامل مع ملف البناء سؤال كبير اوي بس اسمح لي طبعا افكرك بلقاء لنا من خمس ست سنين مش عارف كان في قناة هنا ولا في قناة تانية ست سنيني بقى قناة تانية قناة تانية لما انت وصفت المحليات وعالهوى ورتدي بيت الرعب انت استحدثت هذا الفاكر المصطلح طبعا بيت الرعب هو فعلا بيت الرعب فيه متغير في هذا الامر خلال السبع شهور اللي فاتوا دون ولازم نعترف بيه من خلال عدد من الاجراءات دايما كنا احنا لما جينا نشتغل وتوليت اول ما توليت مفيش بنية معلوماتية مفيش قاعدة نقدر النهاردة نستند اليها عشان تحط رؤية انت محتاج يبقى عندك داتا تحط رؤية بدون داتا ازاي في كل قطاع قطاع المخلفات وتدويرها قمامة المخلفات البلدية النظافة ده النظافة حاجة والمخلفات وتدويرها حاجة تانية مخلفات الزراعية والمصارف اللي بتتسد بالقمامة والترع والكلام ده كله البناء البناء ده قصة تانية كبيرة جدا 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 وقناعات بقى فاحنا كنا في دي الحياة كنا بنجمع الداتا بنعمل بنية تحتية معلوماتية لكل ملف تستطيع من خلاله ان انت تحط رؤيتك بعد الرؤية دي توجد التصميم اللازم اللي هو يجب ان يكون مقرونا ببرنامج اللي هو يجب ان يكون انا برتبها لك طبعا طبعا مكرون بخطة تنفيذية اللي هي بعد كده هو تبقى في مؤيسات خطة دي هتتكلف كام صح ثم بعد كده مين هيعمل ايه فين وكام وامتى ثم بعد كده يبقى في مؤشرات الايه المتابعة ومؤشرات الاداء صحيح مشوار طويل جدا جدا والناس تتصور انه ممكن يعني انت عارف زي ما بقولوا اللي على الشط عوام ايه وازبور طب ايه اللي حصل في السبع ثمان شهور وليه انا بقول سبع ثمان شهور لان السبع ثمان شهور دول حقيقة احنا في الفصل التشريعي السابق اخيرا تم استصدار قانون تنظيم وادارة المخلفات الصلبة بانواح مخلفات بلدية زراعية نفايات طبية نفايات خطرة مخلفات صناعية تشريع كامل شامل الدولة المصرية عادة تشتغل فيه بتحاول انها تصدره على مدار يمكن ستة وسبع سنين وكان بيبقى فيه فيرجن اولاني وتاني وتالت ورابع الاخر انتهينا الحقيقة في الاسبوع الاخير من البلمان وكان مجهود كبير جدا بحيي فيه وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد والنائب طلعت سويدي رئيس لجن طاقة وقتها تعاون معي الحياة فيه ثم انتقلنا بعد كده لمسألة نجاحنا احنا كدولة مصرية في ان احنا نمرر ممارسات رشيدة في قانون التصالح بعد الازمات اللي حصلت في الممارسة الارتجالية الخطيئة في اول ست شهور وليه بقول نجاحنا لان ده نجاح منسوب للاعلام المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية التلات اضلاع دول اشتغلوا بالتصاق وعشان كده دايما بقول التصالح ده في دروس مستفادة لأي قطاع اصلاحي احنا عايزين نمر فيه في اي وقت لان انا النهاردة حكومة بتجتهد وعندها بيانات وبتسعى بتقدم تشريع يطلع التشريع تيجي تنفذ التشريع تنفذه غلط او تصطدم ببعض الامور هنا برلمان واعي بيرائب ما مش بيجامل يعقد جلسة يسمع الاطراف كلها يطلع توصيات بما يملكه من سلطة دستورية حكومة تأخذ هذه التوصيات بلا تشنج ولا تعالي وتبدأ تطبق هذه التوصيات واعلام يبدأ لان كان من ضمن التوصيات دي فيه شق يخصك صحيح انا فاكر بايس يوجد على مائدته اليومية شرح لمكتسبات هذا التشريع ويشكل وعي مصبوط فمسلسة تلت اضلاع دول ياخد طفارات كبيرة جدا هل هي يعني من الربعمائة الف طلب لاثنين وسبعة من عشرة مليون طلب دي مسألة لازم نقص قدامها من تمنمائة مليون جنيه لحصيلة 17 مليار وفقا كان وزير التنمية المحلية عندي مبارح في اللجنة واعلن هذه الارقام دي لازم نلقالها واقفة رغم ان الحصيلة ما كانتش هي الهدف لنا زي ما حضرتك قد لكن طيب وهرجع للتصالح تاني المستجد الجديد اللي بقى ما حصرش بقاله مئات سنين قصة حياة كريمة دي القرة اذكرك برضو مع حضرتك كنا في الدور رابع الانعقاد 2018 جالي برنامج الحكومة وتوزي علي الجزء اللي يخصنا فكان من ضمن املهم واحلامهم انه هما يعملوا 242 قرية يطوروها في جدول زمني 20-22 تمام فانا جيت ارتلهم يا جماعة في البيان اللي انا القيته في الجلسة العامة الحقيقة ده رقم صادم لان لما تعرف ان انت عندك في حدود 4500 قرية غير 30 اه ما يزيد عن 30 الف قرية تابع يبقى 242 يخلصوا في 20-22 طب ده احنا هخلص بقية الكرة دي ازاي صحيح صحيح فلازم نوجد آليات مختلفة عن الخزانة العامة او عن الطرق التقليدي لان و الدنيا بتشتغلوا التحديات بتواجهنا والنجاحات بتتحقق الدولة المصرية بتحققها فجاءت مبادرة حياة كريمة فوق ما كان اي حد بما فيهم احنا يتصور ودي ان يعني تحسب فتحسب ل وبيلا مجاملة ولا نفاق للرئيس عبد الفتاح السيسي صحيح لان هو اولا بمتابع ومتصل بالواقع وبيختار التوقيت المناسب لما بتبقى الحاجة الى حد المنى لا وليه بايا باش موانس لما فيهاش نفاق ولا مجاملة النتيجة اه نشوف التدخل في الوقت ده بالشكل ده من المبادرة خلانا من رقم عمل ازاي الى رقم عمل ازاي ومن شكل عمل ازاي الى شكل عمل ازاي ده حي ده حي فيه مسائل اخرى المستجد الجديد الى عمر انا بقول وربا ضرت النفاع على عمارة فصل وعمارة اسكندرية ليه لان الاطار بيدور حول العشوائيات الغير امانة والحقيقة صندوق تطوير العشوائيات عمل مجودات كبيرة وشوفنا حيزة مختلفة زي الاسمرات وبشايف الخير والى اخيره عشان ننقل اهلينا في المناطق دي صحيح ويمكن حضرتك كنا كلنا نتذكر الناس بتنسى الحلقات اللي كانت بتيجي في واحد من الناس السيد عمر ليسي لما كان بيصور مع اهلنا في الدويقة والناس اللي قاعدة والصرف الصحي طبعا وكلنا كنا نبكي بالدموع النهاردة المشاهد دي الى حد مطلق اعتقد او كبير نعم نسبة كبيرة اوي اوي اختفت الحمد لله فبالتالي كنا لسه منكلم في حياة كريمة و1500 ومازلنا متكلم فيها وكان عندي برضو وزير التنمية المحالية على مدار ثلاثة يام وجلسة منفردة اذا يعني في مساح من الوقت هاشرح لكم تفاصيلها لكن واحنا بنتكلم اقول لحضرتك اتصار رئيس جمهورية بالواقع اكتب اعمل مداخلة مع اه الاستاذ عمر أديب كويس يعلق على الحديث ده واستفاد واتفق مع اللي احنا قلناه ولكن استفاد أكثر ويمكن قلنا معلومات احنا ممكن تكون محتاجين ان احنا يعني نكمل القناعات اللي عندنا وبقى النقلة بقى مني تاني يوم اللقاء ده كان الساعة 11 بالليل تقريبا صحيح تاني يوم زيارة مفاجئة مع الحكومة لعزبة الهجانة لعزبة الهجانة دي بقى ايه ده جزء ده نموذج بس هو الحياة الزيارة دي نقلة نوعية فيها اولا تشكيل وعي لدى المواطن بحجم المشكلة المواطن اللي هو كلنا منه مظبوط اتنين رسالة للحكومة يا حكومة انا الاوان انت تبدأي تخشي في المناطق دي بقى افكار تعرف ان دي اول زيارة هي حتى على مستوى رئيس حكومة لعزبة الهجانة انا اا عايز اقول لسيارة تتعافيش حتى رئيس حكومة زرها فاول زيارة تبقى من رئيس الجمهورية زيارة معك قلت هي رسالة ونموذج هقولك حاجة هتحزنك انت شوية من سنة او سنة سنة ونص كده عملت زيارة ميدانية رسمية بوافد برلمانية يعني لمحافظة سكندرية كريس ف اا حبيت اوري الوفد البرلماني مكان اا انا وانت عيشنا فيه وكثير من المصريين وكان من اجمل مناطق مصر الا وهو العجمين ومنطقة بيانك فانا كنت نيازل ببص ولمحافظة الراكم معايا والقيادات وماشيين عايز اقولك ان احنا معرفناش نخش من وقتها التعديات والعمرات اللي اتقفلت في شارع الحنفية الشهير يعني هاربيا ففكرة الفكرة الجيدة جدا الحقيقة ان انت تفتح محاور طولية تحسن من قوام طبعا العجمي ده باز مظبوط يعني وعلى مرمى ومسمع عشان كده ملف العمران ده لما كان فيه مواجهة ما بيننا وما بين السيد وزير اسكان دكتور عاصم جزار وهو رجل فاضل ومحترم في البلمان اثناء القاء بيانه قلت له شوف يعني ملف العمران ده اذا انصالح في مصر انصالحت جميع الروافد يعني يقطق البعض من يظن ان هو متعلق بس بالاسكان لا ده انت بتكلم في الثقافة وامن وصحة ومرور ونقل واستثمار واقصد فوضاوي الى اخر فانت بتجد نقلات خارج الاطار التقليدي سواء في تركيبة الموازنة العامة والتمويل او في تركيبة الخطة العامة للدولة اللي بتتعرض علينا بظبوط تمثل هذا في مبادرة حياة كريمة ان انا اسمع من اعلى سلطة في الدولة ان احنا عندنا الاربع تلاف وخمسونة قارية حينتقف خلال ثلاث سنين بمقاومات محددة عملينا هون اجتهت فيها هذا كان شيء اشبه بالحلم بصراحة والحقيقة يحمل علينا كلنا مسئولية والحقيقة كمان انا اسف للمقاطعة هنا لانه دي برضو نقطة ارجو ان احنا نكون نجحنا في الاعلام او على الاقل هنا في البنامج ان انا حريص عليها بقالي فترة المبادرة تطوير القرى في فهمي المتواضح حريك طبعا تأكد لي هذا الكلام والتشرح لستاذ المشاهدين وفقا لمنظور السيد الرئيس هي مش مجرد ان انا بطور القرى علشان بوصلها ان انا خلها مية ولا كهربة ولا ازودها بالخدمات الاساسية اللي كانت محرومة منها لا الرئيس عنده فكرة اعادة الريف المصري الى بهاؤه اعادة الريف اللي هو اصل مصر مصر كان قبل التحضر ده كان كلنا ريف وصعيدة فالريف باقتصادياته بحضرته شكلا ايوه واقتصادياته شكلا وموضوع طبعا مش مجرد ان انا ادهن ومد مياه لا لا ولاك المصورة لا لا انا عندي مستهدفات وده المبشر في المصري ده الريف المصري ده اللي هو كان الصح لما باز وقهمل على مدار عقود هو اللي ادى للهجرة الداخلية والناس اللي بقى تيجي هنا بقى عجائلين وما اقل كذا فاحنا بنترجع كل حاجة المكانها صحيح صحيح اه في اقتصاديات الريف اللي حضرتك تكلمت فيها احنا افرادنا مساحة كبيرة يوم كامل اول امبارح للموضوع ده مع وزير التنمية المحلية والسادة النواب اي والحقيقة قلت لهم احنا عايزين نعرف امرين مش عايزين واتفقت مع السادة النواب على كده انا محدش يجي يقول لي هم اختروا المركز ده ويسابوا المركز بتاعي لا 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 انت لك ان انت تسأل في ثلاث حاجات او تسأل في حاجتين وتقترح حاجة ثالث الحاجة الاولانية ما هي المعايير التي يتم على اساسها اختيار المركز صح فانت تبقى عارف حدودك فاتقلنا عشان الناس برضو تبقى عارفة القرى الاكثر فقرا وفقا للمقاومات الارقام القرية اللي فيها المرأة المعيلة قرية اللي فيها محو امية عالية حطوا حاجات الحقيقة انا وانت ما نختلفش اللي فيها امية عالية اللي فيها امية عالية انا اسف ان اولت معه اللي فيها حالات امية عالية ودي اعتقد ان احنا كلنا متفقين عليه ده صحيح ثم السؤال التاني ما هي اوجه الانفاق صح فالموضوع ده انت تصرف على ايه صحة تعليم طرق صرف صحي اه اه كل كلام ده فنجي نقولك احنا ان طيب دي كلها امور اه منفعة الاقتصادية التي سوف تعود على الدولة فيها هي منفعة اه غير مباشرة وبتاخد وقت يعني الصرف الصحي ده انا انتفع به كدولة والخزانة العامة انتفع به في اللونج ران لكن انا عايز برضو احط حاجات انا انتفع بيها بشكل مباشر صحيح تعظم من الموارد المالية اللي هي اقتصاديات الريف اللي حضرتك قلت عليها والحقيقة ده مصطلح يعني سيادتك موفق جدا في اختياره اه زي انا عندي اسواق عشوائية في القرية بزبوط خارج اطار الرسمي للدولة عندي مواقف ده ملف احنا عاملين فيه تقرير من 121 ورقة ملف المواقف العشوائية عاملين بيه برضو تقرير ده موضوعات خالصة عندنا خالصة كالاجنة دارة محلية واستمعنا فيها للحكومة واخدت السنوات على بال ما نوصل للقاعدة المعلوماتية والرؤية والتصميم والفكرة اللي ممكن تنتج منها خطة تنفيذية فلو سمحت مثل هذه الملفات على سبيل المثال وليس الحصر ضفها معاك في عملية التطوير لانها هتجيب لك مردود اولا حضاري وتنظيمي واقتصادي مباشر صحيح ايس بقى كده اي حاجة تانية يعني وانت بحسن انت المركز اللي تخشه انت بتصفيه ما بترجعلوش تاني منظومة النظافة في القرية دي اذا كان فيه محطة وسيطة اذا كان فيه مصنع تدوير خط تدوير اذا كنت هتعمل في المركز ده بطريقة او باخرى مدفن وفقا المنظومة الجديدة واي نوت ان هو يبقى محتوى حيث ان الناس يبقى اللي عايشة في الكلام ده اولا يبقى عندك بايلوت تتباهى به قدام الدنيا كلها صح وتسوقه مش محليا بس ده محليا ودوليا عشان ده اولا بييفقل من قمتك المستحقة كمصر لدى العالم وايضا بيخلي الجهات المانحة والجهات الممولة والجهات المشاركة تفق وتيجي تقولك لا انت ماشي بالشكل احنا ما شفناهش قبل كده احنا عايزين نبقى شركاء معاك صحيح صحيح لا خلا محترم والحقيقة يعني ارجو ان القريب قوي تبان ملامح ومعالم مصري ده احنا هنا حتى في المدن حنحس بنا تكتب وقت ما كان اقتصاد الزراعة واقتصاد الريف هو الاساس اللي بتقوم عليه كل الاقتصاديات المصرية وكان الفلاحي المصري مكتفي وعزيز وكان سعيد بنشاطه يعني كلنا زعلنا لما وصلنا المرحلة ان الفلاحي يقولك انا مبايتش يعني ايه ادرى عيش وكان حالتي صعبة وكان الفلاحي اللي احنا كنا بنأكل العيش الفلاحي بقى هو اللي بيأكل من الفرن الآلي وده ان الحاجة معكوسة تسمح لي ان انا اضيفها وانتاز فرص ان انا معاك فضل يا فاني كون حد من الحكومة سمعني وده طبعا ما ينثار جلسات هندعوهم فيها الايام اللي جاي ايه يمكن انا اطلقت من ثلاث سنين مطالبة لوزيرة الاستثمار يما كانت الوزارة بمقعد يعني بحقيبة وزارية ان يبقى خريط الاستثمار يتم النظر اليها على مستوى الوحدات الابنى يعني على مستوى القرية والحي متضمنة الميزة النسبية للقرة تمام يعني لو تفتكر فوة في قفر الشيخ كانت مشهورة بالايه بالكليم اللي كان بيتصدر مظبوط وغيرها كده في كثير من القرة فانا محتاج ان انا ويمكن كان وقتها الدكتورة نفين جامع وزارة الصناعة كانت وقتها رئيسة جهاز المشروعات المتوسطة صحيح والصغيرة ووقتها كانت دكتورة صحر نصر وزارة صمار وعقدت جلسة لهذا الموضوع فهنا واتعمل عرض يمكن انا سألت من اسسه وهو استاذ يعني فاضل جدا باي ذوي يعني فقرت له لو اديت ده هو اللي مأسس الخريطة دي عشان تعرف ان فيه ناس امنة جدا وانا بحييه انا من اسف مش فاكر اسم بس بحييه فسألت وقرت له لو تدي ما انا شايف بقى النواب ايه يعني مش عجبهم الكلام اول فقرت له يا دكتور فحضرة الوزراء لو حضرتك بتدي من واحد لعشرة درجة لهذه الخريطة تديها كام قال لي اديها خمسة من عشرة فالقاع سقفت له الحقيقة لامنته فانا حتى يعني مزحت مع الوزير وقرت له طبعا الراجل ده قاعد معانا مش هيتم اقابته تاني يوم وارتقول طب حضرتك انت فقاني فيرجن قال لي انا تقريبا في فيرجن الرابع النسخة الرابعة من الخريطة دي تقول لو توصل لحاجة انت مطمئن لها توصل كام قال لي اوصل تبقى من تسعة لعشرة في الفرجن السادس ان شاء الله هنا بقى انا بطلب امرس طبعا وقت على الكلام ده انا بطلب ان ليه ما يكونش فيه ايضا تطوير الكرة استدعاء لخريطة الاستصمار طبعا وابدأ اشوف الناس دي عملت ايه وابدأ اجبه قديم اعبار يا ليه حضرتك حتى بعد الهوى ان شاء الله تتذكر اسم هذا الدكتور الفاضل ونتواصل معاه ونيجي ونعرض الخريطة ونشوف هو وصل فيها الفين ونتواصل مع حضرتكم ونشوف نقدر نكمل الطريقة ازاي ده ان شاء الله ان شاء الله وبعدين خد بالحضرتك كمان يا فنم اللي عليك تفضلت بيه ده لو انا فهمي صح ده مش كل ما يعني ادى بالصين لكده بس الصين ابتانت كده ممناز بالصين انا كنت انت سبقت معنا مش منصك معاك كنت انا هقولها انا زرت الصين في زيارة رسمية ما كنتش ايامية نائب ولكن كنت امثل حزب كويس فعملوا زيارة لعدد من الاحزاب العربية تمام وكانوا الحياة شطار جدا في تسويق هذه الزيارة واستمرت تقريبا من 14 يوم وروحنا زورنا القرى مثل القرى التي تم تطويرها اللي هي القرى منتجة دي انا اتمنى ان انا اللي شفته في الصين ارا في القرى ده لان ده طوروا البيوت كمان من جوه صح يعني حاجة مبهرة الى اقصى درجة صحيح ما انا بقول لها لك النموذج بتاع الصين نموذج ملهم جدا لانه الصين من قمة الفقر والعدد السكاني اللي كنا احنا زي ما احنا بنقول عنه ان هو معوق وعب وكذا تحول الى ثروة بشرية لانه كل طفل في القرية كل طفل في القرية عنده اربع خمس سنين اول ما يفتع عينيه يلاقي ابوه وام واخوه شغالين في عمل صامولة الدكرة بس ما يعلمش غير الصامولة دي فالوقت بيطلع بعد عشر سنين بيبقى خبير في الصامولة دي ما يطلق عليه رجال الصناعة الكم النمطي للمادة الخامة او المادة الوسطية في التصنيع يعني بعيدا عن الكلام الكبير اللي قاله بشمون صاحب لا يعني شكلها صعب يعني ان هو احنا ليه يقولك مش عارفين نعمل عربيات لانه محتاج ان انت تصنع عدد كبير جدا عشان تبقى اقتصادي كده بالبلد بالبلد كل واحد يعمل الصامولة اللي عليها ايوة بس كده مبروك علينا بعد الفاصل نكمل اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل والحوار شيق وموصول مع ضيفي العزيز الموضوع احمد سجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان وكلمنا عن ملف العشوائيات وملف البناء وتخطيط البناء وانتقلنا منه الى الرؤية الحاكمة اللي بقت موجودة الان في الدولة وفي رأيي كمان هو متفق معايا على هذه النقطة طبعا انه بخلاف وجود الرؤية اللي بيدعمها بقوة وبيدينا ثقة على تحقيقها توفر الارادة السياسية وبقوة لانه كم من المشاريع وانا حضرت ده على بادار عمري يعني كم من المشاريع الممتازة اللي تم التفكير فيها في مصر في السبعينات والتسعينات وبسبب غياب الارادة السياسية في تطبيقها لم ترى النور او النجاح خلونا لان ملفات العالم مسؤولة عنها منصحة كتيرة والوقت قليل فحلونا نمر بسرعة كده لبعض الاشياء ايضا اعتقد انها الجماهرية والخدمية اللي تهموكو واحدة منها مثلا اذا كنا بنكلم عن فكرة التخطيط والنظام والالتزام مسألة المحل التجارية اللي انا عارف ان احناك كلكم عايزين تسألوا فيها وناس كتير بتقول لك دلوقتي هل الاجراءات اللي موجودة دلوقتي هي لزوم الكورونا ولا هتستدين بعد الكورونا التفكير في الحكومة ومع قرارات البرلمان انه هنرجع بالوقت علشان مصر اتنان بدري ولمحالات تقفل بدري ولا لأ مصر اللي هتطبيعة خاصة هتفضل القاهرة السحيرة التي لها تناء التفكير هنا عمي مش ازاي طبعا احنا المحال العامة بانوحة بقى يعني احنا طلعنا تشريع موحد بعد مرسن كبير جدا من دراسة المسألة وتبين لنا ان من 80-90% من المحلات زي اللي انت شفتها كده العمرة اللي ولعت وبعيد عن للأسف لان نهاردة دولة رئيس الوزراء اعلن بعتولي ان 40-50% من العمران في مصر هو عمران مبني على مسائل غير مخططة وعشوية مضبوط حتى العمران الامن ايه صحيح فده ينقلك ان لو هي فعلا كده يبقى فعلا انت مطلمة مبني بدون رخصة يبقى عمر المحل ما هيترخص محل صح فهيشتغل المحل بدون رخصة كمان مضبوط اوكي فاحنا طلعنا تشريع قلنا لا احنا مش هنتفن رأسنا في الرمال ونصر ان المحل عشان يترخص لازم العقار يبقى ترخص احنا هنعمل مادة انتقالية لغاية ما يتقدم على تصالح للعقار فمجرد ان هو تقدم على التصالح في مادة انتقالية اصحاب المحل دول يروحوا يقننوا وضعهم بقى في مكنة كده مكنة تشريعية وانا بقول ينتهزوا الفرصة ليه لانها ممكن ما تتحققش تاني صحيح فيقدم اوراقه ويبدأ ياخد الاشتراطات الحمائية وتنتهي مسألة العلاقة الغير صحية ما بينه ما بين المسؤول في الوحدة المحلية كان فاسدا او غير فاسد لا خلاص احنا كده ما فيش تصال مباشر ما فيش حتى اخدت ورقة فانا دي يعني هذه المسألة لابد ان هي تاخد خطواتها لما هيجي ااخد خطوته اللي هو اللي مش مرخص واللي مرخص هيروح يوفق اوضاعه على القانون الجديد مصبوط هيفاجأ بان هو بيدي له رخصة بيقول له انت هتشتغل الرخصة دي مكتوب فيها انت هتشتغل من الساعة كذا للساعة كذا حسب نشاطك وموقعك وموقعك وحسب خدمتك السياحية ولا لا هو دا كده مصبوط وبالتالي لا يوجد في هذه المسألة عشان الناس اطلخبطت اطلاق يعني انا مفيش مصطرة لا دا كل منطقة جغرافية بكل حي بكل محافظة لها ظروفة وسلطة تقديرية ولكن استنادا لها احنا في التشريع دا عملنا حاجة اسمها اللجنة العليا اللجنة العليا دي بتحط الاشتراطات وبتحط تصنيف المحلات ايه وبعد كده يبقى عندها ودي لجنة مركزية برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية ينبفق من هذه اللجنة مراكز استصدار الترخيص دي بتبقى مراكز لا مركزية عشان نيسر على الايه الناس ومتاز عملنا حاجة كمان ان احنا عملنا حاجة اسمها مكتب الاعتماد يعني زي كونسلطن كده برخصة يبقى مكتب معتمد لو مواطن مش عايز يروح يتعامل مع الحكومة يلجأ للمكتب دا يلجأ للمكتب دا ودي علاقة حرة عرضه طلب ولكن المكتب دا بيعامل معاملة الموظف الحكومي في الجزاءات والعقوبات لو النهاردة ادى اي اوراق مش مزبوطة فهو تشريح حديث اتمنى من الحكومة ومن وزارة تنمية المحلية ان تعقد جلسات جلسات ودورات تدريبية للموارد البشرية اللي عندها اللي هتتلقى طلبات الناس صحيح عشان ما يحصلش اللي حصل في التصالح في مراحله الاولى يبقى الناس متضربة كويس واتمنى برضو من الاعلام ان هو يبدأ يحط على زي ما حضرتك كده طرحت دايما مسألة تطبيق القانون دا لانه هياخد مننا ان التصوري على الاقل من سنة لسنتين حتى يكتمل مبتغى ان شاء الله على عموم الجمهورية طيب ملف سريعا كده انا عارف انه حركه انجازته فيه والحقيقة كمان الوزيرة النشيطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عاملة فيه شغل ممتاز وفكرة المخلفات الصلبة والتدوير ومصانع التدوير اللي بتتعمل دلوقتي وبتنتشر وبيتعمل لها توزيع جغرافي الحقيقة بشكل مخطط بس انا عايز اتكلم فيها على المستوى الادنى اوي اللي هو يهم برضو المواطن بشكل مباشر اللي هي انا اسف اللي هي فكرة الزبالة طول ما انتم ماشي على المحور وداخل كده في اخره على بداية محافظة الجيزة تقوم شام من ريحة الكريهة وخطبال حضرتك وده ما صار وزراء ورئيس وزراء ونواب لا 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 ومواطنين واعلميين وما صار قلناه وقتها لما كلنا بنسد مناخرده في الكام ثانية دول انت مبالك باللي عايشين هنا في الحتة دي لا اللي عايشين اتعودوا وده حاجة صحة وده حاجة خطيئة جدا ما انا بقول لك مربا يقول في قلت وصحيتهم ورئاتهم وزدرهم طبعا بس انا عايز اقول لك لما تتجاوز الخطوط دي اللي هي هي بيتربى فيها مزارع خنزير وكلام ده كله فهم مساهمين في المسألة لكن هنا الفكرة في ايه انا اخدت المسألة ده لانه قلته وايضا في بيان وزيرة البيئة وهي مجتهدة زي من سيادتك قلت الحقيقة ان طالما المواطن ما شعرش اول ان كومت الزبالة اللي شايفها على نصية بيته ولا السندوق اللي طالع منه يبقى كل الجهد الكبير ده انا يا بيه عملت اربعة وخمسين اجتماع لتجاوز عدد ساعات العمل ده وفقه ان مضابط ميتين ساعات عمل لا بس الله يفتح عليك انت قلت مربط الفرص طالما انا مع كل الكلام الرائع اللي بسمعه عن التدوير والمخلفات والمنظومة والمليارات اللي اتحطت طالما اخر الشارع لقيت كومت الزبالة هباول ان انتوا كلكوا قولوا انتوا بتقولوا ده كلام جرائد اه مبارح اه جلسة تقريبا سمرت خمس ساعات بحضور وزير التنمال مع الحلية اصرنا انه يجي مكنتش عايز يجي ولا ايه لا احنا لا يعني انا عايز اصرنا دي اصرنا ليه لان لان فيه موضوعات لا الراجل عايز لا الحقيقة ما بيتأخرش ومحدش من الوزراء اللي بيتعاملوا اصدح لكن انتوا كنتوا حرسين على وجود حرسين على وجوده الاسوا كان عندنا اول مبارح واول اول كمان فهنا الفكرة انا بنائش بيان وزير فلابدو ان ان يبقى فيه مساحة كاملة من في اللجنة لان دي مطبخ طبيعي في الاخذ والعط طبيعي فاتعرض الحقيقة البرنامج الخاص بالمنظومة الجديدة افضل ما في هذا الامر هو ان هذه المنظومة واخد دعم رئاسي لم تحظى من قبل على مدار مئات السنين زي الكرة كده انا ما بقولش عشرات السنين على فكرة ابقول مئات السنين صح نايم محمد علي طيب ايه فكرة الدعم الرئاسي الدعم الرئاسي ده هو اللي يدخل لي اطراف جديدة في المنظومة تبقاش الاجهزة التنفيذية بس زي مين المنظومة كانت دايما في الزهن تنمية المحلية والبيئة مزبوط حضرتك لو تعرف ان الهيئة العربية للتصنيع دخلت الانتاج الحربي وزارة الانتاج الحربي دخل ايه اتحط رؤية كاملة وبرنامج وتحددت البنية التحتية اتحدد المؤيسات بتاعتها اتحدد مين البنية التحتية اللي هي المدافن اه وخطوط التدوير مزبوط اللي هي بتدور اللي هو الجزء بتاعة التخلص الامن ده خلصوه خلاص هاي هتكلف 12 مليار وهيتمول على 4 سنين من وزن العمل الدولة يتبكر جزء بتاعة التجميع اللي هو برضو ايه بيت الرعب انجاز التعليم طبعا التجميع ده اللي هو تجميع من المنازل ايه ده بيتأسس له شركات وبيتكون له شركات خاصة وبيتكون له بيئة اعمال خويس هياخد وقت لان بدون لان دول المسئولين عن ان هو حضرتك زي ما بتشوف في اوروبا كده تلاقي عربية نظيفة مرشوشة مخصولة طبع بتاعت القمامة دي الناس اللي بتجمع القمامة بيه اه بيه يعني يعني طبع كأنه داخل عمليات جراحية جراحية صحيح بياخد الحاجة بتتحط في ال في ال في وسيلة النقل ايا كانت هي ايه نوعها والتكنولوجيا بتاعها ايه وتروح للايه للمحافظة نخدم دي بيت القصيد لان دي حلقة الوصل ما بين كل المنظومة الهائلة اللي احنا كلمنا عنها وما بين المواطن لفكرة التجمية صحيح وعيبا فيها مقاومة هندخلهم في المنظومة وهم على فكرة لو حضرتك تشوف الجيل الحالي اه انا رحت زورت الزرايب ومنشيت ناصر كويس مشيت فيها على رجل وقعدت معاهم ويعني في الملف ده اه طب هاي لا وروحت زورت خمسة شم يعني انا الملف ده الحقيقة معظم المدافن او المحطات الوسيطة والمقالب خمس سنين برضو ما كناش اه طبع انا الحياة مهتمة ومازلت مهتمة بالملف الغاية ما الناس تشعر به فتلاقي حضرتك ان اه الجيل ده جيل مؤهلات عليا لانه دول امناء جميع القمامة الذين استطاعوا انه هما يكسبوا وينشدوا مصانع ويعلموا ولادهم ويعلموا ولادهم فولدهم مش عايزين يشتغلوا خارج اطار القانون هاي قالك حطني في المنظومة الرسمية وانا هبقى اكتر الناس ادعمين لكم ممتاز فالموضوع ده انا ان شاء الله متفاعد به وانا بقول ان المواطن سوف يبدأ باستشعار تغيير حقيقي فيه في خلال مدة من سنة لسنتين يبدأ يشوف حاجة ان شاء الله ان شاء الله انا وقت خلص بس عايز اخذ من حضرتك كده يعني رسالة للمشاهدين احنا طبعا كنت بدلش مع المهونس احمد في الفصل قبل ما نطلع على الهوى وببريكله على الفصل التشريع الجديد وعلى البرلمان الجديد فقال لي هتشوفوا حاجة حلوة فقلت له احنا لسه ما نقدرش نحكم احنا منكلم على ايام او ربا فالسبوعين ثلاثة لكن انت في المطبخ فعادر تشوف من جوه فقال لي لا انا بقولك ان البرلمان ده ان شاء الله مبشر بالخير صحيح اهم ما في الموضوع انك امام حزب اغلبية امام كتلة اغلبية المرة اللي فاتت احنا وانت عارف انا كنت امين عامل اغلبية من خلال ائتلاف نيابي والمتخصص والسياسيين يعلموا ان قدرة الائتلافات النيابية تحت القبة على ضبط الاقاع بتكون اضعف بكثير من قوة الحزب لان الحزب له امانات في المحافظات وله الشياخات وله امانة مركزية وله شكل فيعني على سبيل مثال انا هول لحضرتك انا طلعت مثلا خلصت الجلسة في لجنة الدارة المحلية انا خلصت الجلسة العامة الساعة اربعة عقدت جلسة لجنة الدارة المحلية قعدت من اربعة لتمانية طلعت من البرلمان الساعة بعد لجنة الدارة المحلية رحت التجمع في الحزب عشان القي بعض مش عايز اقول محاضرة ولكن بعض المقاربات للنواب الجدد حول اللائحة والدستور والارتزام الحزبي وخمس محافظات مثلا فاينام طبعا بنتفرم طبعا يعني لكن هي مهمة لابد ان احنا نقوم بها فانا شايف ان القماشة مختلفة وشايف ان بالاضافة طبعا انت عندك واكلين جدد عندك رئيس مجلس جديد الحقيقة رجل قدير جدا 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 متمسك بمقام الادارة يعني رجل الحقيقة مخارج الفاظه جيدة كل حاجة ترماشر يدعو للثقة وكده ومالي مركزه ده حقيقة ده حقيقة وده طبعا استكمال لمجهود كبير لرجل فاضل دكتور علي عبدالعلم من وجهله كل التحية جاء اضار في وقت صعب جدا صحيح فان شاء الله تفاقله خير احنا متفاقلين وبشكر حضرك شكرا جزيلا ودايما بسعد بحواري مع حضرتك كله معلومات وكله رؤية وكله كمان تفاقل السادة المشاهدين شرفتني ونورتني مش مواجه شكرا فانا بشكر حضرتكم شكرا جزيلا خلصت حلقتنا النهاردة بكرة حلقة جديدة يوم الخميس شاء الله نتقابل تمانية مساء وادعوا للأهل ان شاء الله نتقابل بالليل والأهل يكون معالب ونزية بإذن الأسبوع على خير